أطلق رئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر الرئيس السيسي أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعد خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر مشيرا إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في سياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واستمرت في بدل الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة أعتبرها قطوة جادة على سبيل النهود بحقوق الإنسان في مصر أغداً في الاعتبار ما يحظى به هذا المجال الحيوي من أهمية في تقييم رقي المجتمعات وتقدمها وأود في هذا السياق أن أشير إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في سياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر